بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازايكم عاملين ايه? عندنا جولة النهاردة حلوة جدا 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 من الجوالات اللي انتو بتحبوها وبتستنوها من الاسبوع للاسبوع. دولتنا النهاردة في سوق المناولة. هنشوف النهاردة حاجات حلوة قوي قوي. هتعجبكم. حاجات كلها زريفة. الشغل بقى خلاص بقى كتير. ابتدوا بقى يشتغلوا بكامل قوتهم. كله دي كانواخد اجازة رجع. وبتدوا بقى يشتغلوا. بصد ده سوق الجمعة بقى اللي بيبقى بره يوم الاربع والخميس والجمعة متفقين ومتعودين ان فيه سوق بيبقى موجود من يوم الاربع لحد يوم الخميس. ودول بيكونوا فرشين بره مباني السوق تماما. هندخل بقى على سوق المناولة. ودي اول بوابة هتقابلكم اول ما تخشوا الشارع اللي فيه سوق التونس الحباري. اول بوابة هتقابلكم هي بتاعت سوق المناولة. الاولى والتانية لسوق المناولة. وبعد كده المبنى الرئيسي بتاع سوق التونس الحضار. طبعا احنا بنخش كده اول محل على ادينا الشمال هيبقى عام عبد الحليل. ما ينفعش نعدي من غير ما ندخل نشوف ايه الجديدة عنده. يعني ياخدني مخالفة على طول لو عديد كده من غير ما دخل عنده. لازم ندخل ونبص ونشوف ايه الجديدة عنده. يعني ربنا يزيده يا رب كل اسبوع بينزلنا حاجات جديدة وحاجات حلوة قوي. هتشوفوا بقى شوية نجف كده حاجات ظريفة وجميلة. بصوا النجف البيضة دي حلوة جدا. وعلى فكرة نحاس. ودي كمان نحاس. النجف اللي انتم شايفينه نحاس وفي واحدة تانية شكلها بالزبط. النجفة دي بألفين جنيه طبعا علشان نحاس. ودي برضو بألفين جنيه لاتنين شكل بعض بالزبط. يعني لو انت حابة تحطي اتنين في رسبشن عندك هيبقوا لاتنين دولارة مناسبين قوي. وشكلهم حلو جدا. وحاجة كمان قيمة. آآ الكريستالات بقى زي ما انتم شايفين كده عنده بتبدأ من اول آآ تلتمائة جنيه. لحد هنشوف آآ انتم شفتوا اعلى حاجات كانت عنده في الكريستالات كانت سبعمائة جنيه. تمام? آآ آآ اي بقى نجفة فيها شغل نحاس بيبقى سعرها اعلى شوية. يعني هتلاقوا كل النجف اللي انتم شايفينه ده تلتمية لحد سبعمية. آآ اللي فوق آآ المبلغ ده بقول لكم عليه. بصوا كمان في نجفة انا كنت واريتها لكم قبل ما يركب فيها كريستال كانت فضية تماما. لو ترجعوا بالفيديوهات بتاعتمناه لكده الفيديو اللي قبل اللي فات. آآ هتشوفوا النجفة آآ اللي انا هوريها لكم دلوقتي. كانت فضية تماما تماما تماما. وانا جبتاها هي فضية. النجفة البيضة دي حلو جدا وفيه اتنين شكل بعض. هي النجفة دي. كانش فيها اي حاجة خالص. ركب لها الكريستالات بتاعتها وبقى شكلها طحفة. شكلها حلو جدا. بتلات تلاف جنيه طبعا عشان فيها شغل حيس. بس شكلها رائع بجد عم عبد الحليم آآ بي بيركب النجف صح. بيزبطه صح. يعني دي من المميزات ومن الحاجات اللي تعجبني فيه جدا. انه هو لما بيشتغل في نجفة بيطلعها ما شاء الله يعني آآ حاجة كده من الآخر. شكلها كان حلو جدا. بص بك كمان آآ كان عنده شبوهات كمان. الشبو ده حرير. الخيوط بتاعته حرير. خيوطه حلوة قوي. ملمسها تحفة. الشبوه بمية جنيه. طبعا الشبوهات دي احنا متعودين بنشوفها بخمسين جنيه. بس ده عشان خيط حرير فسعره اعلى شوية. بصوا عامل ازاي? جميل جدا. وملمسه مش عايزة اقول لكم قد ايه رائعة. ده كده الجديد اللي موجود عند عم عبد الحليم. بقى الحاجات اللي انتم شايفينها دي دي لسه آآ ما تركبتش. لسه ما جهزتش. طبعا هو بيطلع الشغل بتاعه عشان يجهزه. آآ دي طبعا حاجات كانت آآ تقريبا متباعة يعني. يعني انا اعتقد ان الحاجات اللي بتبقى في اكياس دي بتبقى خلاص بتتغلف عشان آآ خلاص اتباعت. عنده بقى مجموعة اباجرات وحاجات مين دي شكلها زريف زي ما انتم شايفين كده. آآ بس برضو لسه ما شتغلتش. دي كمان آآ اباليك. برضو كل الحاجات دي لسه بيجاهزها. آآ الجاهز عنده بيبقى متعلق على طول. تمام كده خلصنا عم عبد الحليم. هندخل بقى عند عم آآ آآ ابو رمضان ونشوف ايه اللي عنده. عنده شوية رفايع كده. آآ شكلها حلو وجميل. آآ صيني على زاز. بصوا التقم الاركبال ده حلوة قوي قوي قوي. آآ هم خمس فناجين فرنساوي. شكله حلو جدا. بصوا طحفة بصراحة. برضو انا سايب لكم رقم تليفونه وكمان تليفون عم عبد الحليم عشان اللي حابب يتواصل معاهم آآ شاف حاجة عجبته ممكن يكلمهم ويقدر يحجزها لو هي لسه موجودة. طبعا الرفايع دي بتبقى في سوق الجمعة تتخطف بسرعة خلو بالك يعني. فآآ طبعا هو بيجهز يوم الخميس آآ من يوم الاربع بيجهز عشان يسوق آآ الجمعة. بصوا عنده مجموعة كبيات وكسات وحاجات آآ وكمان اطقم شاي. فناجين. نزول تقريبا كانوا ستة تقريبا. لقوا بقى كسات تانية وفي تانية يعني آآ شوية آآ ازاز كده حلوين قوي. وفي كمان كان تقم الشاي اللي هو في الكرتونة ده. اعتقد ان هو كان كله تقم شاي. اهو. يعني انا بتهيلي ان هو كله شاي. وممكن يبقى شاي وقهوة. طبعا آآ عما بالرمضان كل ما كنت بسأله على سعر حاجة يقول لي اللي تدفعي. اللي تدفعي. آآ بالرغم ان هو عارف ان انا بصور مش مش هشتري حاجة بس آآ ما بيقولش اسعار حاجة. ولما بيقول اسعار بيقول اسعار عالي قوي. بصوا يعني الطبقة ده كان قال لي بمية وخمسين جنيه. ومية وخمسين جنيه بقى كله بقى على هذا النظام. مية وخمسين جنيه. الباسكت كمان هنشوف باسكت كمان برضو بمية وخمسين جنيه. باسكت ده حلو جدا. جدا من الحاجات اللي فعلا غالية. وبرضو بمية وخمسين جنيه. طبعا انتوا بقى بتنزلوا معاهم آآ وانتوا مش هتريتكم بقى. كان في كمان عنده بصوا الطبق الكبير ده برضو قال لي مية وخمسين جنيه. طبعا بلاستك. في يعني اه في كمان عنده البراويز اللي انتوا شايفينها دي فطبعا انا ما ما وصلتش معا لسعر اي حاجة. آآ اللي قاله لي انا قلته لكم. وباقي الحاجات اللي تشوفي اللي تدفعي يعني آآ هندخل بقى على محل النجف تاني. خلصنا عن معبر رمضان. هندخل على محل النجف تاني. آآ انا عارفة ان آآ يعني في طلبات كتيرة جدا آآ لي على النجف. عايزين نجف يكون شكله كويس. عايزين نجف آآ يعني زريف وجميل وسعره كويس. فانا بحاول على قد ما اقدر لما بلاقي آآ حاجات كويسة اصورها لكم عشان آآ تستفادوا منها. بصوا هنا عند الحاج عيد عنده شوية حاجات حلوة جدا. آآ برضو بس هي ينقصها اللي ان هو يظهرها. ان هي تترتب بشكل كويس عشان هي حاجات حلوة قوي. بس مش محطوطة بشكل يظهرها ويبرز جمالها. بصوا كان عنده كمان طقم الجروب ده. برضو الجروب ده كان حلوة قوي. بصوا بقى مجموعة نجف آآ يمكن آآ آآ يعني انا كنت آآ كان نفسي اصور لكم قطعة قطعة بس انتوا شايفين الدنيا زحمة. في زحمة كتير فوق. وفي نجف على نجف يعني هتلاقوا في نجف متركب على نجف تاني. بصوا النجفتين تحت بعض. واحدة فوق واحدة واحدة تلتة هي. يعني تلاتة فوق بعض. المكان طبعا مش مكفي. وطبعا النجف انتوا عارفين عشان يظهر ويبان شكله لازم يكون متعلق. آآ وزي ما انتوا شايفين المكان صغير والشغل كتير. فطبعا متعلق زي ما قلت لكم كده ممكن بتتلك نجفت فوق بعض. عشان آآ المكان يكفي المجموعة اللي موجودة. بس عنده شوية شغل. حلوين جدا. طبعا اللي عايز شغل نحاس موجود. آآ كريستالات موجود آآ يعني زي ما انتوا عايزين بقى كل حاجة موجودة عندهم. آآ الحاج عيد بيبيع آآ الشغل اللي انتوا شايفينه ده عنده بيبدأ من اول ميتين وخمسين جنيه لحد الفين وخمسمائة جنيه. ده بالنسبة للنجف اللي انتوا شايفينه. طبعا في حاجات نحاس بتبقى تقيلة. عشان اللي هيشوف بقى نجفة نحاس ويقول انا عايزها. طبعا السعر بتاعها هيختلف تماما. في حاجات بتبقى تقيلة فبتتبع بالوزن. في حاجات آآ يعني بتتبع كده بالقطعة مش بالوزن ولا حاجة بس بتبقى ليها سعر عالي. لان انتوا عارفين النحاس بيبقى سعره اعلى من كده. لكن في الرنج اللي انتوا شايفينه في آآ يعني في الكريستالات وفي الحاجات اللي انتوا شايفينها دي سعرها من اول ميتين وخمسين جنيه لحد الفين وخمسمائة جنيه. يا ربي يكون واضح ويكون ظاهر لان بصوا يعني هما آآ نجف آآ فوق بعضه ولازق في بعضه يعني آآ يعني القصة صعبة يعني هتلاقوا آآ متعلق كده فوق بعض زي ما شفتوا كده بالتلات نجفات بيبقوا فوق بعض وكمان آآ كلهم لازقين في بعض يعني عشان تفصيلي واحدة عن التانية بس هي بصراحة مجموعة تحفة يعني انا فضلت كده معاها احاول على قد ماقدر اظهر لكم اكبر قدر ممكن عشان تشوفوا آآ آآ شوية نجف جمال جدا يعني بصراحة سوق المناولة آآ يعني بيبرز لنا شوية حاجات ما حصلتش هما بعد العيد بقى قالوا لازم ننزل شوية شغل محترمين بصوا كمان الاباجرات دي حلو قوي الاباجرات دي في بميتين وفي بميتين وخمسين ده بالنسبة الاباجرات ده محل تاني طبعا في برضو شغل بس هتلاقوا بقى ايه شغل النحاس والحاجات التقايل بقى الكبيرة دي برضو نجف النحاس بس كانت لسه متعلقتش او شغلها ماكملش بصوا كمان كان فيه النجف ده كده خلصنا عند الحاج عيد آآ دخلنا بقى عند آآ محمد زنهم نشوف عنده آآ البراويز اللي احنا شفناها دي انا لقيت عنده مجموعة براويز كتير فقلت لأ لازم نشوفها ونبص عليها ونعرف ايه نغبرها بصوا دي اشكال قدامكم اشكال فرعونية وحاجات كده وفيه كمان آآ الغالبية العظمة بقى البراويز اللي هي بتاعة الاطفال دي براويز دي حلوة جدا بيبيع عنده البرواز من خمسين لمية جنيه يعني بخمسين وبمية كيه البراويز دي بقى لو انت بتفتحي حضانة وبروز تبقى هايلة عندك في الحضانة حلوة جدا آآ ممكن كمان في المدارس في الابتدائي تبقى شكلها ظريف جدا آآ كمان آآ قضة الاطفال آآ بنحتاج لها الحاجات الظريفة الجميلة دي آآ اما بالنسبة للإطار بتاع الدرواز ممكن يغير لونه لو انتوا عايزين تغيروا لونه آآ يعني هو ورني حاجات هو مغيرها آآ عملها دهبي عملها فضي عملها الوان آآ حلوة جدا وكان شكلها حلو جدا فعلا فمجموعة البراويز دي تقدر نفس الشكل ونفس اللون اللي انت عايزينها وممكن تغيري آآ زواء كان بقى آآ اللبني تمام اوكي ما فيش مشكلة موجود آآ عايزة دهبي عايزة فضي عايزة بامبة يعني كل الالوان اللي انتوا عايزينها ممكن الاطار يتغير لها وتغيري من شكل البروز لو الاطار مش عاق بك ما شاء الله يعني عنده مجموعة كبيرة وكلها حاجات حلوة جدا والميزة فيها نيم فاش ازاز فشكلها زريف مش آآ يعني هتشيلي وهتحط فيها مش هتخافي عليها ده شكلها كده من قريب حلوة جدا لو انت تفتحي مشروع حضانة تبقى حلوة جدا لك في رقم آآ محمد زينهم عشان لو حابين تتواصلوا معايا وتشوفوا لو انتم محتاجين آآ من عنده اي حاجة زي ما قلت لكم اسعار البروز خمسين ومية جيلي طبعا اللي بياخد كمية بيبقى السعر مختلف آآ هنا بقى دخلنا لقينا هنا زي ما انتم شايفين كده فيه آآ وفيه اجهزة تانية بس انا مش عارفة هي بتاعت ايه دي كمان موجود في المحل جوة صفرة حلوة جدا صورتها لكم برضو هنشوفها دلوقتي مع بعض آآ بس كنت عايزة حابة ان انا واريكم الحاجات اللي برا دي دي شاشة بتهيق لي لأ مش شاشة انا مش عارفة دي ايه بصوا دي صفرة آآ النيش والبوفي والترابيزة ومعاها اربع كراسي بس تمام بس آآ خشبها حلوة جدا خشب محترم قوي ده شكلها زي ما انتم شايفين كده طبعا محتاجة تطلع برا عشان تبقى باينة لان هي كده آآ مظلومة مش واضحة خالص ومش باينة خالص حتى الكراسي بتاعتها مش عارفين نشوفها السفرة دي كان بيقولي سعرها تمنتاشر الف جنيه بصوا دي الكراسي بتاعتها هم اربع كراسي بس بس هي بصراحة شغلها حلوة قوي وخشبها كمان محترم جدا بس طبعا عايزة آآ عايزة تزبيط وتتفنش من اول وجديد يتركب لها المقابل بتاعتها تتلمع تتزبط ان الجارة بتاعتها تتزبط يعني عايزة تطلع برا خالص عشان تبقى زهرة وتتزبط من اول وجديد دي الكراسي ده بص الكرسيين اللي موجودين تحت بس برضو مش عارفة اجيبهم لان الدنيا ضيقة جدا زي ما انتم شايفين كده وصعب ان انتم تدخلوا الكراسي. في كمان سراج فرضاني في تلاجات. يعني في كمان كرسي الاطفال ده وكان او العربية الصغرنا دي كان سعرها تلتمية وخمسين جليه. ده سعر العربية الصغيرة مش هندخل بقى عند ابو ضياء. ابو ضياء كنت صورت عنده قبل كده وشفته عنده اجهزة كسر زيرو. كان عنده تلاجات وكان عنده غسلات. النهاردة عنده شغل مستعمل وعنده برضو شغل كسر زيرو. هنشوف ده وهنشوف ده. آآ ابو ضياء عندكم بقى رقم تليفون واهو واضح قدامكم عشان تقدروا تتواصلوا معي بكل سهولة. تلاجة دي كان سعرها اربعة وخمسمائة جنيه. آآ عنده آآ ده كده حاجات مستعملة. تمام? كلها شغلة ما فيش حاجة عنده مش شغلة. دي برضو آآ بتلات تلاف وخمسمائة جنيه ناقصها الارفف بتاعتها والارفف كانت موجودة جوه. في كمان عنده حاجات كسر زيرو هنشوفها آآ بس كنت عايزة اوضح بس الحاجات اللي هي كسر زيرو دي يا جماعة مش حاجات اللي هي آآ فارز تاني. لأ كسر زيرو يعني حاجات مستعملة آآ بس استعمالها كان بسيط. يعني ممكن آآ استعملوها شهرين تلاتة اربعة وخلاص مش عايزينها وبيبيعوها. آآ هي دي كسر زيرو. بصوا ده دي فريزر وكان بقى الفين جنيه. بصوا الغسلات دي دي آآ الغسلات دي كسر زيرو. دي باربع تلاف جنيه يونيفيرسل. والغسلات دي كمان يونيون اير بتلاتة تلاف وخمسمائة جنيه. كل دي الحاجات دي كسر زيرو. معاها ضمان شهر. دي غسلات معاها ضمان. ودي كمان آآ يبقى انتو كده معاكم الغسلات دي آآ استعمال بسيط وكمان معاها ضمان لمدة شهر. آآ دي دي كلمة آآ كسر زيرو. ده معناها. كسر زيرو يعني استعمالها آآ ما قاعدش كتير. شهر اتنين تلاتة. آآ يعني ما طولوش معاها في الاستخدام. آآ اما الفرز التاني دي الحاجات اللي بتبقى في كارتونتها. وبيبقى فيها مثلا آآ آآ خبطة في الصد بتاعها. فيها كده آآ شرخ في الرف. آآ في الرف. بس بتبقى جديدة. جديدة بكارتونتها. آآ ده الفرق بين الفرز التاني وبين كسر الزيرو. اوكي? عشان آآ فيه ناس بتتلغبط وبتفتكر ان كسر الزيرو ده يعني حاجاتها تروح بكارتونتها مش مستعمالة. لأ الكسر الزيرو يعني مستعمل بس استعمال خفيف. وزي ما قلتلكم فيه هنا ضمان آآ بالنسبة للغسلات اللي انتم شفتوها جوه. في كمان عندنا تكيفات تكيف ده باربع باربع تلاف جنيه. ده واحد ونص حصان. باربع تلاف جنيه. برضو شغالة. كل اللي حاجات اللي انتم بتشوفوها دي شغالة. دي عندنا التكيف تاني اربعة آآ اتنين واربع حصان. بصوا الغسلات دي باربع تلاف وخمسمائة جنيه. بتفتحوا بتشوفوا الحالة بتاعتها كويسة جدا ونظيفة جدا. بصوا عندنا كمان التكيف آآ في تكيفات تانية برضو باربع تلاف وخمسمائة جنيه اتنين واربع حصان. في كمان عندنا بتجازات. هنشوف بتجاز دلوقتي بتلاتة ونص. وكده بنبقى وصلنا لنهاية جولتنا. يا رب بتكون جولة النهاردة. عجبتكم ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو. لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. اشافكم في جولة اشتركوا في القناة